وهو عائد إلى منزله كان زكريا العمر ضحية سطو مسلح روى ما حدث له ولم يكن غاضبا من الصارق وقال إن هدفه لم يكن سوى اطعام أبنائه الجياع فجأة بيجي لعندي شخص بيهدى جنبه بموتسيك وبينزل بيهجم عليه بسكينة وبيقول لي بدي لا تصرخ نتاش من ايدي شوية مصاري ويهرب فرجع لما طلع على الموتسيك رجع لعندي فقالت لها يكون بدي مني شيء تاني فوقت اللي رجع قال لي صاري بك وقال لي صراحة أنا أول مرة بساوية وأنا رجال بعجبك وشغيل وكذا بس الظروف خلتني كعمل زكريا واحد من لبنانيين كثر باتوا هدفا للصارقة في الأوينة الأخيرة إذ شهدت البلاد تسجيل ارتفاع كبير في مؤشرات جرائم الصارقة والقتل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب أحصاءات أجرتها دولية للمعلومات ارتفاع عدد صافي السيارات المسروقة بنسبة 123% يعني خلال الفترة بالعام الماضي كان عدد السيارات المسروقة 266 سيارة وصلنا هلأ ل593 سيارة السرقات العادية ارتفعت كمان بنسبة 48% من 1080 حالة سرقة إلى 1600 حالة سرقة أما جرائم القتل فارتفعت بنسبة 104% من حوالي 63 حالة قتل إلى 129 حالة قتل وهذه مؤشرات خطيرة لأنه عم نشوف الارتفاع كان بنسبة 50% وصولا إلى 123% نسب البطالة حسب الدراسات وصلت إلى 35% معدلات الفقر تخطت الـ 55% نسب سرع في ارتفاعها الانهيار الاقتصادي والمالي وتدعيات انفجار مرفأ بيروت المواطن ممكن يصير بحجة البقاء والعيش يقدر يعمل كل شيء يعني بحلل الحرام الحرام يصبح حلال لذلك نحن لما منقول عن دور الدولي هو ليس فقط دور المراقب هو الدور الذي يفرض القوانين الذي يرجع المواطن الذي يجعل من هذا الإنسان كائن اجتماعي توقعات الأشهر المقبلة هي مزيد من الانهيار والفقر في حال لم تشكل حكومة سريعا وعلى أجندتها الإصلاحات الرامية لإنعاش الاقتصاد والخروج من الانهيار المتسارع المعالجات تبقى اقتصادية واجتماعية قبل أن تكون أمنية حسب خبراء فمتنفرجت الضائقة المعيشية والحياتية لللبنانيين تراجعت معدلات الجرائم والسرقة الآخذة في الارتفاع يوما بعد يوم جين عفيش الحراء بيروت ترجمة نانسي قنقر